بهذا الفيديو سنتعرف على قوالب الورد بريس ونشوف كيف طريقة اختيار القالب مناسب لموقعنا وكيف طريقة تثبيته قالب الورد بريس أو الثيم هو المسؤول عن تعديل تصميم الموقع وزيادة عدد الوظائف لحتى تلبي مطلبات موقعه لهيك القالب يتألف من مجموعة من الأكواد البرمجية المسؤولة عن الشكل النهائي للموقع الإلكتروني يلي رح ينعرض للزوار وبالتالي رح يعدل على ألوان وخطوط وتنسيقات الموقع وعن طريق القالب رح تكون قادر على تعديل القوام الرئيسية والفرعية فيه آلاف القوال المجاني يلي فيك تنزلها بكبسة زر على موقعك وبتقدر بأي وقت تغير القالب على كيفك وبالتالي رح يتغير تنسيق موقعك هذا رح نشوف مع بعض كيف مننزل القالب بالورد بريس بالداشبورد فيه عندنا هون الابيرنس من خلال الابيرنس ومروحة ثيمز تطلع لنا هاي الصفحة فيه عندنا هذا الزر هون اد نيو من هون نحن مننزل ثيم جديدة وهون منشوف الثيمات يلي منزلين بالاساس عندنا على الموقع يعني هون عندي اربعة ثيمز طبعا فيه واحدة منهم بس فعالة هي ها هي الاسترا وهدول ثلاثة البائيين ما يلزموني فلازم احدفهم لحتى احدث ثيم بكبس عليها كبسة وبلاقي كلمة دليت هون لما بكبس على دليت تنحذف الثيم من عندي الموقع وهي كبها الحالة بيكون عندي صار ثلاثة هلأ لحتى ننزل ثيم جديدة بكبسها اد نيو وبنفس الطريقة اللي حكيتها بالبلغينز في عندي هون فلتر بحيث اني اعمل تصفية للثيمز الموجودة لانه في الورد برس في عشرات الالاف من الثيمز المجانية ومشان يكون البحث اسهل فهني عملوا هاي التصنيفات كمان في عندنا هذا المربع في حال كنا بنعرف اسم الثيم فينا اكتب اسمها هون على سبيل المثال انا بعرف ثيم اسمها اوشن ديو بي بي بكتب اسمها هون بيطلع لي كل الثيمز اللي فيهم هاي الكلمة على الاغلب ها هي الثيم اللي بديها بكبس عليها كبسة طبعا انا بالتقييمات تبحها بعرف انه هاي الثيم الصح تقييمها خمس نجوم في اكتر من خمس تلاف وخمسمائة شخص مقيم هاي الثيم وعطيها خمس نجوم بتطلع هون بالوصف تبع هاي الثيم وبشوف لشو فيني استعملها في حال كانت بتناسب الشغل تبعي بنزلها فورا وبكبس على انستول اذا منشوف هاي الثيم الثانيين من لاي انه هاي الثيم ما فيها اي تقييمات يعني ما حدا ابدا حاكي عنها لهيك ما في داعي نزلها عندي مجربة في عندي هون كبستين انستول وبرفيو لما يقص على البرفيو في بعض الثيمز فيني شوف شو المحتوى وكيف طريقة العرض هلا هون بالاوشن ديو بي ما كتير واضح كيف رح يكون منظر الموقع بعد ما بنزلها لانه الاوشن ديو بي تعطيني كتير ميزات على التعديل على الالوان على الخطوط وعلى كل اعداد بالموقع بس امسح البحث من هون برجع بشوف قائمة بكل الثيمز الموجودة بالورد بريس مثل ما حكيت انه دور كلهم مجانيات هلا مشان سهل طريقة البحث عليه فينا نستعمل كلمات مفتاحية لندور على الثيم المناسبة لشغلنا في حال كنا عم نبني متجر الكتروني فينا نكتب هون كلمة اي كوميرس وهي كبه الحالي بيطلعوا لي الثيمز المختصين بالمتجر الكتروني بكبس عليها وبشوف شو بتعطيني ميزات وكمان بشوف هون اذا في عندها تقييمات وبس تعجبني بكبس على انستول بنزلها كمان اذا كنت عم بعمل موقع لتاكسي بكتب كلمة تاكسي هون وبشوف الثيمز الخاصة بالتاكسي بالنسبة للمواقع الطبية بكتب ميديكال وملاقي كمان طلع لي اكتر من ثيم مجاني في نزلها اذا كنت بدي اعمل موقع للمطعم واكتب فوض وكمان بختار الثيم مناسبة هلأ مثل ما فيه ثيمز مجاني فيه كمان ثيم مدفوعة الثيمز المدفوعة منلاقيها بمواقع ثاني غير الورد برس احيانا بريدنا تصميمات اكون اقوى من التصميمات الموجودة بالثيمز المجاني في هاد الموقع اسمه ثيم فورست رح خلي رابط هاد الموقع بصندوق الوصف من خلال هاد الموقع فينا ندور على الثيم يلي بنحتاجه كما بنفس الموقع فينا ندور على البلغينز المدفوعة ملايه هون في عنا شيلة الورد بريس هون عندنا صندوق البحث في نكتب الكلمات اللي كتبناهم من شوي اي كوميرس تاكسي او فود وملايه القالب يلي بناسبنا هلأ رح نروح ننزل أوشن دبليو بي ثيم كتبت اسمه هون رح اكبس على انستول بس يخلص تحميلها على الموقع رح يتغير اسم هذا الزر ويصير اكتيفيت رح رح فعلها من هون من الاعدادات بكبس هون على مثاله طبعا فيني فعلها من هونك كمان بس بدي اياكم شوفوها كيف نزلت هون هاي الثيم الاولانية هي هاي الثيم الفعالة هون هاي الثيم الي رح فعلها هلا هلأ ازل نشوف شكل الموقع رح ننكبس على visit site هيك شكل الموقع حاليا على الثيم الي مثبتة هلا هلا بس فعل القالب الثاني رح يتغير شكل الموقع بكبس على اكتيفيت وبروح على الموقع تبعي وهون بعمل تحديث للموقع ملاقي تغير الموقع وصار قائمة بغير كمان هون صار في عندي قائمة جانبية الشكل القالة بتغير 360 درجة بس لاني بدلت الثيم لهيك لازم تنتبه قبل ما طيروا الثيم وتعرفوا انه رح يتغير شكل الموقع طبعا هاي الثيم تطلب مني اني نزل بلغين يكون مربوطة معها بس هلأ ما رح نزلها رح نعود بعدين نعمل فيديو خاص بهاي الاوشن ديليو بي وورجيكم كيف فيكم تعادلوا على كل الموقع بس حاليا رح نكفي مع الاسترا وبرجع فعالها وبعطيها اكتيفيت منهم في لقطة كتير مهمة انا الفضل انه نعملها دائ طائما لما بدي موقع هاي الثيم لها مصطلح ثاني بنسميه parent theme يعني theme الاب او theme الاساسية بالموقع لما بنعدل على الموقع لازم يكون عندنا شي اسمه child theme او ناخد نسخة من هاي parent theme او theme الاب ومنعمل شي اسمه child theme theme ابن هاي الثيم الابن بتاخد كل المواصفات تبع theme الاب بالاضافة للتعديلات اللي نحنا حابين نعدلها عليها هذا الشي رح يفيدنا بشغلة كتير مهمة هاي الثيم الاسترا او اي ثين ثاني دائما بتنزلها تحديثات فاذا نحنا رح نعدلنا على هاي الثيم الاساسية لما بنعمل تحديث لهاي الثيم رح يروح كل شغلنا على الفاضي يعني التعديلات اللي رح تجي من التحديث رح تمسح لنا التعديلات اللي نحنا عملناها وهيكا بها الحال احنا مكون نخسرنا شغلنا مشال نكون امنين لازم ننشئ شي اسمه child theme هلأ مو كل الثيمز بنقدر نجيب child theme جاهزة لالهم بس مثل هاي الثيم استرا هني عاملين child theme جاهزة بروح على موقعهم بنزلها طريقة انشاء child theme هي طريقة كثير بسيطة للشخص يلي عنده خبرة بالبرمجة وانا في عندي فيديو كمان بالقناة قديم شوي بشرح في كيف طريقة عمل child theme هلأ رح روح على موقع الاسترا وجيب من عندهون child theme هون بموقع الاسترا في شي اسمه astra child theme generator يعني مولد child theme هون فيني اعطيها اسم بسميها شو ما بدي رح اعطيها اسم demo test وهون اذا حبيت عدل اكتر من شغلي فيني اعطيها version فيني اكتب اسمي هون انا اللي كاتب هاي الثيم فيني اعطي كمان url او رابط فيني اكتب description او وصف وفيني كمان نسمي الفولدر او المجلد تبع هاي الثيم وكمان فيني اضيف صورة مشان تطلع هون بهذا الشكل طبعا ما بدي اعمل وليش على هذول الشغلات بدي اكبس بس على generate مشان تتنزل عندي هلأ صارت عندي بالتنزيلات على كمبيوتري بروح لهون كمان على theme مرة ثانية وبيجي لهون على add new هلأ بدال ما دور هون بهاي القائمة في عندي هون upload theme بكبس عليها وبيختار downloads او التنزيلات وهنيك بلاقي الثيم اللي نزلتها هلأ متل ما نكون شايفين child theme هي عبارة عن zip file او ملف مضلوط بكبس على install now وهيك بتكون تنزلت بكبس على activate وهلأ هيك صار عندي الديمو تست للchild theme صارت هي المفعالة واسترا صارت مونفعالة بس كل المواصفات اللي موجودة باسترا صارت موجودة هون في حال جهة تحديث للأسترا فيني يحدثها وما رح يصين عندي مشاكل لانه هلأ انا عندي child theme اذا بروح شوف موقعي المفروض يكون ما تعدل عليه شيء ابدا بلاقي انه التنسيق والخطوط والصور هي نفسها وبمكانها حتى بعد ما فعلت الchild theme هلأ تحت الappearance في عندي شيء اسمه customize هذا الـ customize هون بلاقي فيه كثير اعدادات هاي الاعدادات بتختلف من theme ل theme في بعض القوالب بيعطوني خيارات كثير كبيرة مثل ocean wp تعطيني عدل على تفاصيل كثير صغيرة الاسترا كمان تعطيني كمان عدل على تفاصيل كثير فهو مثلا اذا بدي روح الheader او هاي القائمة من وجودة هون بلاقي انه الheader مقسوم لثلاث اقسام قسم اللوغو وقسم المينيو او القائمة وقسم فيه زر هذا الرقم التليفون هو عبارة عن زر اذا حبيت تحطي الزر يكون موجود هون فيني يضغط عليه كابسة طويلة ويجيبوا لهذه الجهة وهي في الحالة بيصير الزر هون والقائمة على اليمين نفس الطريقة اذا حبيت تخلي اللوغو يكون على اليمين بجيبوا الهم ويصيروا كلنا على بعض عن طريق هذه الخيارات فيني يعدل بكل سهولة على الموقع كمان هون في عندي هاي البلاس او هاي الزاد فيني بس اضغط عليها ويضيف اي قسم بديها في حال بدي يضيف البحث هلا هون صار في عندي امكانية لحتى ابحث بالموقع وهون في حال بدنا نضيف css او code style فينا نجي ونكتب background ونعطي red منلاقي انه فورا ال style اللي بتطبق صار كل الموقع لونه احمر طبعا كتابة css هون ما كتير محبلة يعني لانه الاكواد لازم تنكتب بملفات خاصة ضمن ال theme رح وارجيكم هلا وين رح نسكر هاي الكستمايز ما عاد تلزمنا طبعا اذا بدي احفظ هاي التعديلات بقبس على publish واذا ما بدي بقبس على x وبعضي اوكي هون ال widgets هلا هاي ال widgets هي عبارة عن القائمة الجانبية على سبيل المثال متل هون وقفع عنا ال theme ocean wp طلع عنا هذا sidebar هدول كل واحدة من هون هي عبارة عن widget يعني هذا ال widget خاص باخر البوستات او اخر المنشورات هون بنعرض فيه اخر التعليقات هون مثلا تصنيفات فنحن من خلال هاي ال widgets فينا نضيف او نحدث الاخسام اللي ما بنيها في حال هاد القسم ما بنيها بنجي من هون نعطي delete هون مثلا الفوتر كمان فين يضيف عليه وجت خاص فيه بكبس على هذا الزائد وباختار الاقسام اللي بدي يضيفها على الفوتر او على تذيير الصفحة يعني الى هون لتحت هلا بالنسبة للقوائم هاي القائمة الموجودة هون طبعا رح علمكم بتتصيل كيف الواحد بيعمل القوائم بس هلأ هون اذا بشوفوا هاي القائمة هون هون اباوت سيرفيس و كونتاكت بنلاقيها موجودة عندنا هون فو اي تعديل اللي بعدله هون اذا جيت عدلت هاي الهون وكتبت لنا اول واحد دين ثلاثة وعطيتها سيف بيجي بعطيها تحديث هون منلاقي طلعت عندي الهون واحد دين ثلاثة طبعا فيه كثير شغلات هون فينا نتعلمها لحتى نعمل قائمة مناسبة للموقع تبعا هاي ستارتر تيمبلتس هي عبارة عن مجموعة من القوالب الجاهزة الجاي مع ثيم الاسترا ما هي موجودة باي قالب تاني بس بثيم الاسترا هون ثيم الاسترا بيعطيني مجموعة كبيرة من القوالب مجانية يلي فيني بكبسة زر ضيفها على موقعي وبيصير موقعي كتير حرفي وبالوان كتير حلوة على سبيل المثال هاي الموقع بيجوز انا لحتى ابني بدي يوم يومين لحتى ابني هاي الموقع انا هون بضلطة زر فيني اعطيه continue هلأ اذا بعطيه هوني submit to build my website بيصير موقعي بنفس هذا القالب مسهلا انا ما بدي اضيفه رح اكبس هاي الاكس وارجع على لوحة تحكم مرة تاني على الابيرنس اخر القائمة بنشوفها هي theme file editor هون انا اذا عندي خبرة بالبرمجة فيني يفوت على هذا القسم وعدل على الكود تبع الموقع هلأ مثل ما اكون شايفين الـ child theme فيها بس ملفين فيها functions.php والstyle.css لو كنتم فعلا للثيم الاساسية رح لاقي مجموعة كبيرة من ملفاتهم رح روح نجرب على المبعض رح اضعي اكتيفيت لها الاسترا وارجع لهون لعند الـ editor مثل ما كنتم شايفين هوني بلاقي انه مجموعة كبيرة من الملفات والمجلدات هدون هنه ملفات theme اي تعديل غلط بهدول الملفات بوقف الموقع مشان تأكدوا من هذا الشي لان افترض انا فتع الـ function.php وجيت لهون كتبت اي شي فعطيته save او update file طبعا اعطاني error لانه بالاساس هذا خطأ ما بسيرين كتب طيب اذا كتبت كود برمجة رح اعطيه انه يطبع لي كلمة bra site رح اعطي save او update هذا مش الحال رح اعطي هون تحديث بلاقي كلمة الـ bra site طلعت عندي هون فوق فالهيك اي تعديل بملف الـ functions.php او باي ملف من هذول ملفات رح نشوف التعديل على موقعنا بحث في التعديل اللي عملته وبعطيه update file ورح ارجع فعل الـ child theme تبعي برجع كمان على الـ editor بلاقي رجعوا لي هذول ملفين هلا المكان الافضل لتكتب كودة css يلي حكينا عنه من شوي هو هون ضمن الـ style.css نفس الكود انا فيه يكتبه هون الكود يلي كتبته انه مشان يغير خلفية الموقع فيني يعطيه هون read بعطيه update وهلأ تحديث وهي كنا بكون عدلت على ديزاين الموقع وصار موقعي كتير مميز بحث هذا الكود ورجع كل شي متل ما كان ونكفي بالفيديو الجاي